تصفيات كارت إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نتائج مباريات الجولة الثالثة بالكامل ترتيب المجموعات التسعة قبل الجولة الرابعة موعد الجولة الرابعة بالموعد والتوقيت موقف منتخباتنا العربية السلام عليكم ورحمة الله في بداية الفيديو أتمنى من كل متابعي هذا الفيديو تكتبوا لنا في صندوق التعليقات بتتبعونا منين وتوقعاتكم للمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا يلا كل واحد يكتب لي أسماء التسعة منتخبات متصدري المجموعات وتوقعاتك لأسماء التسعة منتخبات اكتبها لي في صندوق التعليقات بالنسبة للمجموعات المجموعة الأولى اللي بتضم مصر وبوركينفاسو وغينيا بيساو والسيريليون وإسيوبيا وجيبوتي لعدنا مباريات الجولة الثالثة طبعا هتكلم بالنسبة للنتائج على كل النتائج المباريات اللي تلعبت أما الجولة الرابعة هقولك على مواعيد منتخباتنا العربية فقط وبالتالي الجولة الثالثة بالنسبة للمجموعة الأولى كان عندنا ثلاث مباريات مصر ضد بوركينفاسو واستطاع المنتخب المصري أن يفوز على بوركينفاسو اتنين مقابل واحد في أداء رائع جدا للمنتخب المصري في الشوط الأول فقط أما الشوط الثاني عليها علامات استفهام كبيرة من الشارع الرياضي وبالتالي وجب تصليح الأخطاء وتصحيح الأخطاء في الفترة اللي جاية ولكن عموما مبروك للمنتخب مصر فوزوا على منتخب بوركينفاسو في مباراة كانت صعبة جدا على الورق قبل بدايتها ولكن الحمد لله تريزي جي ومحمد صلاح ونجوم المنتخب المصري خلصوا المباراة من الشوط الأول بالنسبة للمباراة الثانية كانت ما بين غينيا بيساو وإسيوبيا والثالث بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر المباراة الثالثة كانت ما بين سيريليون وجيبوتي واثنين واحد لصالح منتخب سيريليون هاردلك لمنتخب جيبوتي الشقيق بالنسبة لترتيب المجموعة الأولى مصر تسع نقاط غينيا بيساو خمس نقاط بوركينا فاسو أربع نقاط سيريليون أربع نقاط إسيوبيا نقطتين وجيبوتي صفر من النقاط بالنسبة للجولة الرابعة لمنتخباتنا العربية مصر وجيبوتي مصر جيبوتي وإسيوبيا هيكون يوم الأحد 9 يونيو الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وانت بعد كده تراعي فروق التوقيت والمباراة الثانية يوم الاثنين عشر يونيو مصر ضد غينيا بيساو أيضا الساعة 7 مساء مباراة مصر هتكون خارج الديار في ملعب غينيا بيساو بالتوفيق لجيبوتي ومصر في الجولة الرابعة بالنسبة للمجموعة التانية اللي بتضم السنغال والسودان والكنغو الدموقراطية والتوجو وموريتانيا وجنوب السودان لعبنا مباريات الجولة التالتة السودان ضد موريتانيا اتنين مقابل لشيء لصالح المتخب السوداني مليون مبروك لمتخب السودان هاردلاك لمتخب موريتانيا أداء ولا أروع من المتخب السوداني سقور الجديان اللي أمتعه وأبدعه في هذه المباراة فوز مستحق عن جدارة واستحقاق أيضا المباراة التانية كانت ما بين السنغال والكنغو الدموقراطية وكانت تعادل واحد مقابل واحد المباراة التالتة كانت توجو وجنوب السودان أيضا انتهت بالتعادل الإيجابي واحد مقابل واحد ليصبح الترتيب السودان سبع نقاط في الصدارة وصدارة عن جدارة وصدارة مفرحة جدا 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 لنا كجمهور أيضا يعني المتخب السوداني بيفرح جماهيره يستحقوا هذه الفرحة بصراحة السنغال خمس نقاط في المركز التاني الكنغو الدموقراطية في المركز التالت أربع نقاط توجو تلت نقاط الجنوب السودان نقطتين موريتانيا نقطة واحدة لما السودان تتصدر مجموعة فيها السنغال وفيها الكنغو الدموقراطية وعارفين يعني إيه الكنغو في البطولة اللي فاتت كأس الأمم الأفريقية والسنغال اللي قبلها حاملوا اللقب وبالتالي تحية كبيرة لصقور الجديان منتخب السودان بعد انتهاء الجولة التالتة متصدر لا تكلمني في المجموعة التانية الجولة الرابعة بالنسبة لمنتخبنا الموريتانيا ومنتخب السنغال هتكون إن شاء الله يوم الأحد موريتانيا ضد السنغال سبعة مساء الأحد تسعة يونيو والمباراة التانية السلساء 11 يونيو جنوب السودان ضد السودان الساعة أربعة مساء بالنسبة للمجموعة التالتة اللي فيها رواندا وجنوب إفريقيا ونيجيريا ولسوتو وزنبابوي وبنين تشوف ترتيب المجموعة دي تستغرب تتفاجئ مين الأول مين التاني مين التالت هتعرف دلوقتي وهتتفاجئ زي ما أنا اتفاجئت بالظبط الجولة التالتة كانت بنين ورواندا فوز بنين على رواندا 1 صف ولسوتو بتفوز على زنبابوي اتنين مقابل لا شيء نيجيريا وجنوب أفريقيا والصدام القوي تعادوا الإيجابي 1 مقابل 1 ليصبح الترتيب أيوة لسوتو في الصدارة 5 نقاط رواندا 4 نقاط بنين 4 نقاط جنوب أفريقيا 4 نقاط نيجيريا 3 نقاط زنبابوي نقطتين مجموعة فيها جنوب أفريقيا ونيجيريا يتصدرها لسوتو وفي المركز التاني رواندا وفي المركز التالت بنين هنا كانت المفاجئة الجولة الرابعة هتكون يوم الاثنين 10 يونيو والسلساء 11 يونيو بالنسبة لمجموعة الرابعة اللي بتضم الكاميرون والرأس الأخضر وليبيا وأنجولا وموريشيوس وإسواتيني المجموعة دي اتلعب في الجولة التالتة 3 مباريات ليبيا ضد موريشيوس 2 مقابل 1 وفوز لفورسان المتوسط فوز كبير وأداء ولا أرواع زي شقيقه السوداني بالضبط فوز 2 مقابل 1 أنجولا ضد إسواتيني 1 صفر اللي صالح أنجولا بهدف مبلولو اللي بيرعب في الدور المصري رأسية وطبعا اللاعب ده تقلق جدا في كأس الأمم الأفريقية ويواصل التقلق في تصفية كأس العالم مهاجم منتخب أنجولا المباراة الأخيرة في هذه المجموعة انتهت منذ قليل بفوز الكاميرون بنتيجة كبيرة على الرأس الأخضر كهف ذردي 4 مقابل 1 منتخب الكاميرون يتقلق اليوم ويفوز في المباراة ليصبح الترتيب ليبيا في الصدارة فرسان المتوسط في صدارة هذه المجموعة أيضا القوية مليون مبروك لإخواتنا في ليبيا اللي فرحوا جماهيرهم بتصدرهم المجموعة بعد الجولة الثالثة الكاميرون في نفس الرصيد ولكن في نفس الرصيد 7 نقاط أنجولا 5 نقاط الرأس الأخضر 4 نقاط موريشيس نقطة 1 صفر نقاط لإسواتني الجولة الرابعة بالنسبة لمنتخبنا الليبي السلساء 11 يونيو الرأس الأخضر ضد ليبيا بنسبة المجموعة الخمسة اللي بتضم المغرب وزامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو برازافيل منتخب المغرب بيفوز 2 مقابل 1 ضد منتخب زامبيا في الجولة التالتة صحيح فوز صحيح 3 نقاط ولكن كرأت تعليقات الإخوة في المغرب تعليقات المتابعين من المغرب مش راضيين عن الأداء مش راضيين على المرضود الفني ولكن الأهم الثلاث نقاط مليون مبروك طبعا لأسود الأطلس رابع كأس العالم بيصفي عشان يروح كأس العالم وبالتالي الجمهور المغربية طموحوا أن رابع كأس العالم يأدي أداء جميل يأدي أداء رائع ويطمنهم قبل كل مباراة وبعد كل مباراة بالنسبة للمباراة التانية كانت المفروض ما بين الكونغو برازافيل والنيجر وما تلعبتش المباراة لأسباب يعني غريبة وبالتالي الترتيب الحالي للمجموعة الخمسة المغرب في الصدارة 6 نقاط زنبيا 3 نقاط النيجر 3 نقاط تنزانيا 3 نقاط والكونغو برازافيل صفر من النقاط الجولة الرابعة يوم السلساء 11 يونيو الكونغو برازافيل ضد المغرب الساعة 8 مساء المباراة اللي كانت المفروض تتلعب فيه الكونغو برازافيل ولكن الفيفا أرسل خطاب للجمعة الملكية المغربية لكرة القدم إن مباراة الكونغو برازافيل والمغرب هتتلعب في أجادير في المغرب ده بالنسبة للمجموعة الخمسة المجموعة رقم 6 اللي بتضم كوتيفور والجابون وكينيا وبروندي وجامبيا وسيشيل كان فيه مباراة بتتلعب من شوية وانتهت النتائج بالنسبة للجولة الثالثة غينيا وبروندي تعادل إيجابي واحد مقابل واحد كوتيفور بتفوز على الجابون واحد مقابل يشيء جامبيا وسيشيل وقت تسجيل هذا الفيديو كانت النتيجة أربعة مقابل واحد دي كانت آخر مباراة في الجولة الثالثة من تصفيات أفريكا المؤهلة إلى كأس العالم الترتيب ساحل العاج تسع نقاط الجابون ست نقاط كينيا أربع نقاط بوروندي أربع نقاط جامبيا تلت نقاط وسيشيل صفر من النقاط الجولة الرابعة تكون السلساء 11 يونيو وبالنسبة لهم التلت مباريات هيتلعبوا في نفس اليوم المجموعة رقم سبعة اللي بتضم الجزائر وبوتسوانا والصومال وغينيا وأغندا ومزنبي اتلعب تلت مباريات وكانت أهمهم الخسارة المفاجأة لمنتخبنا الجزائري الشقيق اللي تهزم على أرضية ميدانه واحد مقابل اتنين من منتخب غينيا المباراة اللي كانت يعني غريبة جدا اللي كان فيها الجمهور الجزائري غضبان جدا وزعلان جدا بعد هذه النتيجة ولكن الحمد لله ما زال المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة وينافس بقوة للتأهل بإذن الله إلى كأس العالم هارد لك لمنتخب الجزائر هذه مباراة واحدة فقط بسلاس نقاط وما زال المشوار طويل المباراة التانية كانت ما بين موزنبيك والصومال وللأسف خسارة منتخبنا الصومالي اتنين مقابل واحد المباراة التالتة كانت أغندا وبوتسوانا واحد مقابل لشيء ليشتعل ترتيب هذه المجموعة اللي هي فيها فرق كتير دلوقتي ومنتخبات كتير بتنافس على التأهل الجزائر في الصدارة ست نقاط غينيا أيضا ست نقاط أغندا أيضا ست نقاط موزنبيك أيضا ست نقاط أربع منتخبات برصيد ست نقاط بعد انتهاء الجولة التالتة بوتسوانا تلت نقاط والصومال صفر من النقاط الجولة الرابعة يوم الاثنين عشر يونيو الصومال ضد بوتسوانا أربعة مساء ويوم الاثنين أيضا عشر يونيو أغندا ضد الجزائر سبعة مساء بالتوفيق لمنتخبنا الصومالي ومنتخب الجزائر المجموعة رقم 8 اللي فيها تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتيمي لعبنا مباراة الجولة التالتة ملاوي وساوتيمي 3-1 لصالح ملاوي وتونس ضد غينيا الاستوائية هدف محمد علي من رمضان من ضرب الجزاء فاز منتخب تونس واحد مقابل لاشيه المباراة التالتة كانت ما بين نميبيا وليبيريا وانتهت بالتعادل الإيجابي واحد مقابل واحد لوصبح الترتيب تونس في الصدارة 9 نقاط نميبيا 7 نقاط ملاوي 6 نقاط ليبيريا 4 نقاط غينيا الاستوائية 0 من النقاط ساوتيمي 0 من النقاط الجولة الرابعة يوم الأحد 9 يونيو نميبيا ضد تونس ساعة 10 مساء بالنسبة لمجموعة التسعة والأخيرة جزر القمر ومالي ومدغشكر وغانا وأفريقيا الوسطى وتشاد لعبنا 3 مباريات مدغشكر بتفوز على جزر القمر للأسف 2-1 هاردلاك لمنتخب جزر القمر غانا ومالي والمباراة القوية فوز غانا على مالي 2-1 أفريقيا الوسطى وتشاد 1-0 ليصبح الترتيب مدغشكر 6 نقاط جزر القمر 6 نقاط غانا 6 نقاط 3 منتخبات بنفس الرصيد 6 نقاط مالي 4 نقاط أفريقيا الوسطى 4 نقاط واتشاد 0 نقاط الجولة الرابعة يوم السلساء 11 يونيو اتشاد ضد جزر القمر 7 مساء طبعا بقولك على كل مباريات منتخباتنا العربية فقط بالنسبة للجولة الرابعة لو جينا نتكلم عن هدفين التصفيات حتى الآن نفس الجولة اللي فاتت ما زالة تريزي جي ومحمد صلاح هم متصدرين قائمة الهدفين تريزي جي أصبح رصيده 5 أهداف ومحمد صلاح 4 أهداف هم دول الهدفين حتى الآن كل التوفيق لمنتخباتنا العربية إن شاء الله في الجولة الرابعة ده كان تقرير شامل عن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أتمنى في آخر الفيديو عمل لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته